بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا السؤال وردني هل أعمال البر تطيل العمر؟ مع أن الأجل مكتوب ومحدد كيف يكون ذلك؟ نقول أيها الأحبة كل إنسان كتب أجله وهو جنين في بطن أمه في مرحلة المضغة يعني عمره بحدود 42 يوما 6 أسابيع الأجل إذن محدد ولكن هذا الأجل له تفاصيل حياتك هذه لها تفاصيل لأن من ضمن ما كتب عليك وأنت عمرك 42 يوما في بطن أمك كتب عليك أنك شقي أو سعيد يعني هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار كتبت تفاصيل عملك في الدنيا ولكن نقول هي باختيارك ولكن مكتوبة عند الله وهذا علم عالي جدا لا تدركه عقوله نحن نستطيع أن ندرك أن الله أعطانا حرية لإختيار أنا أستطيع الآن أن مثلا أفعل كذا أو لا أفعل كذا أن أقول كذا أو لا أقول كذا مخير كل إنسان كذلك أما العلم العالي هذا أو اللي هو يتجاوز حدود عقولنا هذا العلم علم الغيب اختص الله به نفسه سبحانه وتعالى طيب كيف تغير أعمال البر عمر الإنسان كيف يعني يطول عمره بسبب أعمال البر صلة الرحم بر الوالدين طاعة الوالدين الإحسان للوالدين الإحسان للجيران الإحسان للآخرين هذه كلها أعمال بر أيها الأحبة كيف تطيل عمر سأقول لكم أيها الأحبة الحقيقة أحبة في الله أنت عندما تختار أن تؤمن بالله أولا وأن يخشع قلبك لله وأن تؤدي هذه الصلوات تؤدي الزكاة تصوم رمضان تصوم الأيام البيض والاثنين والخميس وغير ذلك من السنن عندما تختار هذا السلوك أن تحسن للآخرين أن لا يخرج من فمك إلا الكلام الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة يعني طوال النهار أنت تتصدق على أهل بيتك والآخرين والجيران ومن حولك في العمل أو الدراسة تتصدق عليهم بماذا؟ بالكلمة الطيبة لا تجعل لا تترك الكلمة الخبيثة تخرج تتركها يعني تكظم الغيظ لا تغضب هذا السلوك عندما تختار هذا السلوك ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أيها الأحبة أن هذا السلوك يريح القلب سلوك هذا في أعمال البر يعني عيادة المريض في دراسة علمية تقول إنه مفيد للنظام المناعي للإنسان عندما تزور المرضى وتتعاطف معهم هذا مفيد لك ولهم طبعا صحيا أو طبيا عندما تصوم وتكثر من الصيام الصيام من أهم أعمال البر هذا الصيام يؤدي إلى صيانة يعني مثل الصيانة للجسد مثل عندك سيارة وتقوم بصيانة دورية لها ستعيش عمر أطول بالتالي هذا الصيام هو الصيانة للكبد والأمعاء والنظام المناعي يتجدد إذا كنت تصوم باستمرار طيب بر الوالدين بر الوالدين في دراسة علمية أيضا أجريت على مرضى زهايمر من كبار السن وجدت أن الأولاد الذين يبرون آباءهم تكون حالتهم النفسية والصحية أفضل بنسبة للآباء وهذا ينعكس على الأبناء أيضا يخفف الضغط النفسي الذي يشكله مريض الزهايمر أو هذا الأب الكبير يشكل ضغط نفسي على الأولاد يحملون همه مصاريف العلاج لآخره تتحسن حالته الصحية وبالتالي تكون هناك فائدة مشتركة للأب وللأبن إذن أعمال البر تعود عليك بالنفع أيضا الصدقة كما في دراسة تحدثنا عنها أيضا تحرر من الدماغ هرمون السعادة مركز المكافأة في الدماغ يفرز هذه الهرمونات التي تسمى هرمونات السعادة وبالتالي يكون أكثر سعادة من يعطي المال ممن يأخذ المال الذي يعطي المال هو أكثر سعادة طيب أعمال البر لا حصرة لها كلها تؤدي لسلامة القلب سلامة الدماغ الأوعية الدموية تعمل بشكل أفضل النظام المناعي يعمل بشكل أفضل بسبب الصيام المتكرر وبسبب عدم الغضب لأن الغضب أيها الأحبة أكبر مدمر للقلب هو الغضب والإنفعال عندما تكون هادئا لا تغضب إلا لله طبعا لا تنفعل على أحد إذن أيها الأحبة ما الذي سيحدث سيحدث طول في العمر أوتوماتيكيا أنت لا تدرك متى كتب الله لك الأجل لا نعلم لا يوجد إنسان يستطيع أن يحدد أجله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إذن أجلك مجهول بالنسبة لك ولكن أعمال البر هذه التي اخترتها أنت سوف تطيل عمرك لأنك ستصبح أكثر صحة وأكثر سعادة حتى في هذه الدنيا وبالتالي تجد أننا إذا خرجنا خارج تفكيرنا التقليد هذا وحاولنا أن نتعمق أكثر في التفكير خارج حدود العقل البشري سوف نجد أن الله سبحانه وتعالى قدر لك هذه الأفعال أعمال البر وكتب أسباب طول العمر لك مع العلم أنك أنت اللي اخترتها كما قلنا يعني أنت اخترت هذه الأسباب وعشت عمر أطول وهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى طيب إنسان آخر اختار يعني الاكتئاب والغضب والانفعال وأذى الناس وظلم الناس ودائما متوتر منفعل سوف تجد أن كفاءة القلب أقل نظام عمل القلب تجده مضطرب لديه مشاكل في النظام أو الجهاز الهضمي تجد لديه ضعف في النظام المناعي إلى آخرين لأن هذه تدمر بالفعل الكذب أكبر مدمر للناصية أيها الأحبة منطقة الناصية في الدماغ مهمة جدا في القيادة والتوجه والإبداع واتخاذ القرار كل هذه العوامل تجعل حالتك الصحية ضعيفة وبالتالي تعيش عمرا أقل ولكن إذا نظرت أو حاولنا أن نفكر خارج العقل البشر خارج المنطق الذين نتعامل به نجد أيضا أن الله كتب هذا الأمر عليك لأنك أصلا قلبك غير متعلق بالله أنت أصلا مستكبر ترفض السجود لله ترفض عبادة الله سبحانه وتعالى قلبك معلق بالدنيا وليس بالأهل أكيد كل واحد منكم تعرض لهذا الموقف أنك تأتي الإنسان وتنصحه تقول له اتق الله أو افعل كذا أو كذا فتجده ينفعل وربما يكفر وربما يشتم وربما كذا طب لماذا يفعل ذلك؟ هل نقول إن الله كتب عليه ذلك أم باختياره؟ باختياره هو لأن الله تعالى يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لأن نفسه خبيثة هذه النفس خبيثة غير طيبة لذلك أيها الأحبة خلاصة هذا اللقاء أن أعمال البر تطيل العمر تعطيك سعادة نفسية صحة جسدية أفضل وتشعر بطمأنينة أكثر في هذه الدنيا والله تبارك وتعالى يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا إن بغي أن تعتقد بذلك أيها الأحبة ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته